السلام عليكم ازايكم يا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير هنتكلم النهاردة عن جرح الولادة الطبيعية لو حصل اثناء الولادة شق العجان ازاي ان احنا نخلي الجرح بتاعنا يلتقم في فترة قصيرة بدون اي التهابات بدون ما يحصل صديد الكلام ده كله ان شاء الله هقول لحضرتكم علي من خلال تجاربي يعني انا ولدت ثلاث مرات طبيعي فحب ان شاء الله ان انا يعني افتكم وقول لكم تجربتي في الثلاث ولادات اول حاجة طبعا بعد ما تقومي بالسلامة وخلاص ربنا كرمك ولدتي طبيعي الدكتورة في البداية بتكتبلك طبعا حبوب مضادحة وبتكون لمدة اسبوع او عشر ايام بيء الكتير كمان بيكون برضو في حبوب مطهر معوي دومة عليها بيكون في مسكن الكلام ده كله لكن جرح الولادة نفسه الدكتورة هتديكي تشطيف مهبالي او تقولك استخدمي بتادين اللي هو ده ده نوع منه ما كانش موجود بتادين في الصيدلية بس ده برضو يعتبر بتادين مقدش مهبالي اهو ده مطهر خلاص اه طيب لو انا ما عنديش مطهر او اه بتادين يعني اعمل ايه هتتطرف في الوقت ده ان انت تستخدمي اه تشطيف عبارة عن ميا دافية بملح سلام لو كان ملح خشن هيكون ممتاز ولو عملتي مخطص اه مثلا ثلاث او اربع مرات في اليوم اه ميا دافية بملح هيكون ممتاز جدا جدا ده برضو مطهر ولكن انا من خلال تجاربي التلاتة منصحش بالمخطص اه ميا بملح في اول اه اسبوع بيكون الجرح لسه والخيط لسه فعشان نتفادى ان الخيط اه 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 تدوب بسرعة او تنفك بشكل اسرع ويكون الجرح لسه ملتقمش بلاش اول اسبوع وفي اول اسبوع لو انا ما عنديش بتادين خلاص اجيب ميا ملحة ملح خشن زي ما قلنا دافية واشطف بيها الجرح وانشف اهم حاجة ان الجرح يكون نشف يا جماعة وخاصة المنطقة دي على طول بتكون رطبة فيه طبعا دم النفاس والكلام ده كله احاول بقدر الامكان ان هي تكون نشفة ومضيفة بشكل مستمر كل ما ادخل الحمام انا عندي بتادين اجيب قطنة احط كمية على القطنة بتاعتي وابتدي ان انا امشي القطنة بتاعتي دي على الجرح واعصر وخلاص انا مشيت عليه اعصر بقى شوية البتادين اللي موجودين على الجرح كده تمام اه بعد كده اه لازم تستخدمي مضاد حيوي مرهم انا عندي ده لوا فيوسيدن جميل جدا فيه منه كزا نوع يا جماعة حنا بنجيب النوع ده اللي هو فيه خط اورنج تمام اه ده الخاص بالمناطق الحساسة او الجروح في المناطق الحساسة ان فيه منه كزا نوع ده شكله تمام تجيبيه من الصيدلية طب لو انا ما لقتهوش تقدر تستخدمي ميبو ميبو برضو ممتاز 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 اللي تقدر تجيبيه جيبيه بس اهم حاجة تدومي على الاتنين دول البتادين والمرهم ده او المضاد الحيوي ده سواء ده او ميبو طيب مش متوفر عندي انا اجيب ميبو او الكريم ده او المرهم ده خلاص دومي على الدوش المهبالي اللي هو البتادين او تقدر تستخدمي زي ما قلت المياه الدفية بالملح طيب خلاص عد اول اسبوع وبقيت لحد ما كويسة تقدري بعد كده ان انتي تعملي مغاطس مياه دفية وتقعد فيها المدة عشر دقايق لربع ساعة لو عملت الموضوع ده مسلا ثلاث مرات اربع مرات في اليوم هيكون ممتاز جدا جدا الخيوط هتنشف معايك بسرعة وهتفك وهتدوب والجرح هيلتقم معايك بشكل اسرع وههم حاجة ان الخيوط هتدوب وتقايا طب دلوقتي انا بحس ان المنطقة شدة معايا او الخيوط شدة شويه في الجرح ما تقلقيش هي المنطقة بتشد شوية وبعد كده خلاص بتفك ده بس عشان الخيوط وان شاء الله هتتعافي بطريقة اسرع وربنا يا شفيكي يعني يقول جال حيكون تمام تمام بدون اي التهابات بدون ما يحصل اي صديد لو انت التزمتي بالكلام ده كلهم ولو قدرت ان انت تعملي تهوية للمنطقة بحيس ان المنطقة تكون متهوية يعني لو قدرت ان انت تعودي مثلا لو حتى ربع ساعة بس من غير اندر او كده اه وتهوي المنطقة هيكون برضو التقام الجرح اه بشكل اسرع والدنيا هتلمي معاكي بسرعة طبعا ما ننساش ان الفوطة الصحية جماعة عشان دم النفاس لازم غيرها من تلات لاربع مرات في اليوم حدش يهمل عشان برضو الجرح يا جماعة تمام اه وطبعا اه انصحكم اه بشرب المشروبات الدافية سواء ينسون اه اي حاجة دافية مغات حلبة الكلام ده كله عشان الروحم بتاعك ينضف بشكل اسرع وربنا يتم شفاك على خير ويتم نفاسك على خير اتمنى ان انا اكون قدرت تقدم لكم اه يعني خلاص التجاربي في التلات مرات ويعني اتمنى انتوا تشتركوا في القناة ويتفعلوا زر الجرس مع السلامة ترجمة نانسي قنقر